أخيراً هنا نؤكد على أهمية وضع رقم الهاتف الخاص الذي يكون هاتف فعلاً مستخدم حتى يسهل الوصول به عن طريق مقدم السيرة وعادةً نحن في هذا الزمن الأرقام الخاصة لم نعد نتعامل بالأرضي بالهاتف المنزلي وإنما الجوالات الهواتف المتنقلة وأيضاً البريد الإلكتروني ضروري جداً بعض الجهات لن تتعامل بالجوال وإنما تتعامل بالبريد الإلكتروني وأيضاً يمكن أن يستعام بالعنوان البريدي وأن كانت مثل هذه الهاتف الأرضي والبريد العادي لن تكون وسائل أو ليست من الوسائل وفي الختام هنا تأكيد على معلومات الاتصال معلومات الاتصال الضرورية يذكرها مقدم السيرة الذاتية لأنها هي التي توصل الجهة التي تقدم إليها بهذه السيرة إليه أهم ما يجب أن يذكر في معلومات الاتصال هو طبعاً الشخص عندما يقدم سيرةه يعرف ماذا يحتاجون لكن المفروض أن يضعها كلها رقم هاتفه الخاص المعني بهذا هو الهاتف المنزلي ما عاد أحد يستخدمها الهواتف الأرضية هذه لكن إذا لزم الأمر فليضع ذلك وإن كان أظن في هذا الزمن أنه حتى جهات الأعمال وكذا لم تعد تلتفت إلى هذه الوسيلة لكن أهم من ذلك رقم الجوال الشخصي رقم الجوال الشخصي ضروري أن يكتب في السيرة الذاتية وكذلك البريد الإلكتروني عادة إيميلاتنا على طول تكون مفتوحة في جوالاتنا فهاتان الوسيلتان ضروريتان في كتابة السيرة الذاتية لأنها لا نكتفي بالهاتف فبعض الجهات لا ترسل على الجوال لا تستخدمه كوسيلة للتواصل مع مقدم السيرة وإنما تستخدم الرسائل البريد الإلكتروني فينتبه إلى هذا وبالنسبة للعنوان البريدي البريد العادي هذا قد يحتاج إليه الجهة أو قد تحتاج إليه الجهة التي يتقدم إليها الشخص بسيرته ولذلك فإنه يوضع له أهميته يوضع وإن كان أقلها استخداماً ربما يكون حتى الهاتف الأرضي أكثر استخداماً من البريد لكن البريد له احتياجاته وله أهميته في السيارة الذاتية إذا كان الشخص يمتلك بريداً فإنه يذكر فيه ذلك وهكذا نرى هذا النموذج الذي كتبت فيه هذه الأمور المفروض أن الشخص يحتفظ معه بمثل هذا النموذج ويعبئ فيه ما يحتاجه لما يريد أن يتقدم إليه وشكراً جزيلاً ترجمة نانسي قنقر